كما زار وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان وسفير اليمن في القاهرة الدكتور محمد مارم زار أكاديمية الشرطة المصرية وتعرف من مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة المصرية اللواء أحمد إبراهيم إلى شرح حول مكونات الأكاديمية والمناهج وأساليب التدريب التي تعتمد على أحداث النظم في المجال الأمني وطاف وزير الداخلية والوفد المرافق له على كليات الأكاديمية والمنشآت التابعة لها من مباني الخدمات والعيادات الطبية وقاعات التدريب ومجمع ميادين التدريب المتكاملة وصالات الألعاب الرياضية والملاعب الرياضية متعددة الأغراض وبحث وزير الداخلية مع رئيس أكاديمية الشرطة بحث إمكانية التوأم بين الأكاديمية وكلية الشرطة بحضر موت للإستفادة من التجارب والخبرات في المجال الأمني كما قام وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان بزيارة قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية وكان في استقباله رئيس قطاع الأمن العام اللواء على سليم ومدير إدارة الأدلة الجنائية اللواء محمد حسين ومدير إدارة الإنتربول اللواء على عبد الله ومدير معهد تدريب الأمن العام اللواء بدر الدين وتعرف الوزير حيدان من المختصين في قطاع الأمن العام على المهام التي يقوم بها القطاع من وضع السياسات العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجرائم بالوسائل العلمية وآلية ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع وطلع الوزير حيدان خلال زيارته لقطاع الأمن العام بجولة على مسارح الجريمة الأول مسرح الجريمة المحاكاة الحقيقية لجميع أنواع محلات المجوهرات ومحلات السلاح ومحلات السيارات والمسرح الآخر المتحرك بجريمة قتل داخل شقة سكنية نالت استحسان وزير الداخلية والوفد المرافق له كبل تقى وزير الداخلية خلال زيارته للأكاديمية بالطلاب اليمنيين المبتعثين والدارسين في الأكاديمية وأكد حيدان على فخر وزارة الداخلية واعتزازه بالطلاب الدارسين بالكلية وحاجة الوطن إلى خبراتهم للتحقيق الأمن والاستقرار في الوطن ودحر الميليشيا الإنقلابية وأشار بما لمسه من وعي وإدراك لدى الطلاب والذي يعكس ما اكتسبوه من صفات انضباطية وقدرات ومهارات خلال فترة دراستهم بالأكاديمية